سنوات من الجدل حول شعرية سريعة التحضير أو الاندومي الطبيب السعودي فهد الخضاري عالم الأبحاث الطبية بوحدة المسرطنات بمستشفى الملك فيصل التخصصي أكد أنه ليس ضار بل مفيد للأطفال طبعاً التصريحات كان عليها ردود فعل الميكرويف لا يضر وليس مسرطن الميكرويف لا يضر وليس مسرطن كل اللي يتكلمون موسوسين ما عندهم درجات يعني من العلم والأبحاث اللي تثبت ذلك هو أول ما طلع بدون ناس كذا وكذا لكن للأسف الشديد فيه ناس أيضاً موسوسين وخايفين فحرموه وحطوا فيه النون وما يعلمون أنه المسرطن مبصحيح ونتكلم من معلومات علمية ليس مسرطن ميكرويف الاندومي ليس مسرطن ونظر لكنه الاندومي والنقانق وبعض الوجبات السريعة سعوداتها عالية ودهونها عالية ليست صحية لنحن يا الكبار أو الأمهات والأخوة والأخوات اللي عندهم كليسترول عندهم وزن زايد عندهم مشاكل صحية يعني ليس خيار صحي لكنه يمكن وحده يحبب اليوم ما تضرهم أول حسب الكمية أنه ما تضر إن شاء الله حتى الأطفال ما يضرهم الاندومي والنقانق والوجبات السريعة إذا كان فيه اعتدال وبكمية مقبولة وقبل البدء في الحوار خلونا نروح إلى الريان وقصة الاندومي إليك الريان ليث صباح الخير ليث صباح الخير ريم ليث أو الريان كلنا واحد إليكم قصة الاندومي وهذه الشعيرية سريعة التحضير خرجت للنور من اليابان وإذا كنتم تحبونها فيجب أن تشكروا السيد مومو فوكو أندو الذي اخترع هذا الطبق عام 1958 وهو كان يبحث عن حل سهل الطهي وقليل التكلفة لمواجهة أزمة الغذاء بعد الحرب العالمية الثانية أما أكواب الشعيرية الصغيرة التي نراها اليوم في متاجر السوبرماركت فاقتكرتها شركته عام 1971 وتحولت اليوم إلى متحف من أربعة طوابق هناك في يوكوهاما في اليابان المتحف يروي القصة كلها أما علامة اندومي كما نعرفها فانطلقت برضو في آسيا في أندونيسيا عام 1972 وكانت دجاج أولى النكهات وفي عام 1986 وصلت شعرية الأندومي لأول مرة إلى المنطقة عن طريق السعودية ثم مصر في التسعينيات وبحسب الموقع الرسمي للشركة ينتج مصنع الدمام وحده أربعة ملايين عبوة يوميا وهو المزود الرسمي لجميع دول الخليج شكرا لك ليت على هذه المعلومات وأكيد سنناقش هذا الجدل ينضم إلينا من الرياض كل من عالم أبحاث المسلطنات الأستاذ الدكتور فهد الخداري وأيضا استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر أهلا بكم على هذا الجدل وتصريحات الدكتور فهد الخداري أبدأ معك الدكتور فهد يسعد صباحك أولا العام الماضي ماليزيا وتايوان تقريران أن تسحبان منتج الشعرية سريعة التحضير من الأسواق بسبب احتوائها على مادة مصرطنة وهي مادة أكسيد الإيثيلين وأيضا المواد الحافظة أنا سؤالي لك يعني هذا التصريح اللي صرحت فيه ألا يعتبر فيه دعوة أو استهانة بأكل هذه المواد خصوصا أنها تحتوي وأنت تعلم ذلك الكثير من المواد الحافظة والمواد التي قد تكون مصرطنة دكتور فهد فضل عليكم السلامة ورحمة الله وبركاته أولا أنا ما قلت أنه مفيد وصحي أنا تكلمت من ناحية خصوصي وهو هل هو مصرطن أو لا هو ليس مصرطن وهذه الدراسات هذه لا يوجد دراسة علمية تثبت أنه مصرطن هي تلقي ذاوة الدواءة السعودية أيضا نشرت النشرة عام 2019 ولا تزال النشرة على موقع الهيئة ومردت بها أيضا في ذلك الوقت وأنه ليس مصرطن وليس فيه ضرر صحي شديد كما يدعم البعض كانت المشكلة الرئيسية الصوديوم مونوكولوتاميت وهذا طبعا له كما ذكرت هي تلقي ذاوة الدواءة السعودية وموجود أيضا في كل الكوسات السعودية موجود في الفول ويضيفونه لكل المواد والأغذية التي تباع سواء من رجبات السريعة وهذا يعني أكرر مرتين ضعف الموجود بالأندومي جبات السريعة أو جبات الرز وصحة البيهة في أمانة منطقة الرياض أنا تابعت معهم يضيفونه بالأكياس المطاعم التي تبيع المثلوثة وتبيع الكبسات بالطريقة هذا يضيفونه بالأكياس هذا الصوديوم مونوكولوتاميت الذي يحذر منه بالأندومي موجود ما يعادل أقل من 10% من الكمية المضافة للكبسات وللأطعم الأخرى والوجبات السريعة أما الكسيد الميثيلين أو الكسيد الميثيلين هذا حقيقة أول مرة أسمع فيه نحن نسأل هيئة الغذاء والدواء السعودية هل هو موجود في هذا المنتج الذي يباع في أسواقنا أو لا لا أعتقد ذلك ولا أعتقد أنهم سيسمحون بهذا الشيء لكن الذي يخص ماليزا أو يخص دول أخرى لديهم إضافات أخرى ليست مضافة إلى الأندومي الموجود لدينا يعني تحت رقابة هيئة الغذاء والدواء ولا يوجد فيه هذه المادة المسرطنة التي بسببها انسحب من الأسواق التايوانية والماليزية خليني أروح لدكتور خالد النمر يسعد صباحك يا دكتور أنت حضرتك لك تصريح سابق وقلت أنه الأندومي خطر على الناس اللي عندهم مشاكل في ارتفاع الضغط والقلب أيضا هل هذا الخطر مطلق أم مقيد فقط بهذه الفئة؟ ولماذا هو خطر؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشكركم وأحييكم وأحيي المشاهدين وظيفكم الكريم بالنسبة للأندومي طبعا هي وجبة من سريعة التحضير آمنة من ناحية المسرطينات ولكنها ليست صحية نحن ما نبقى نصل بالرسالة الخاطئة إلى الناس ما تجي المجتمع فيه 30% سمنة للبالغين و12% إلى 15% سمنة للأطفال وتقول هذه مفيدة للأطفال بين قوسين لا ولا يمنع من أكلها يوبيا بهذا النص هذه وجبة عالية السعرات الحرارية الزود السمنة هذه وجبة عالية الملح تحتوي 5 جرام من الملح من 2 إلى 5 جرام من الملح يوميا وهذا يشكل من 70 إلى 90% من احتياج البالغ يوميا وأكثر من 120% من احتياج الأطفال متلازمة الأيض سبقت الحضرة منها جامعة الملك سعود من الاندومي الجيرل оф أمريكا نيوتريشن عند الأمريكان حضرت من الاندومي وانتشار في الأطفال جنوب كوريا وأوضحت أن الشباب في الجامعات يعانون السمنة وارتفاع الدهون وارتفاع الضغط من استهلاك الاندومي حتى هو يقول يوميا ما يضر مرة واحدة في اليوم حتى اللي يأخذونها مرة شهريا عندهم عامل واحد من عوامل متلازمة تلعيد لذلك نحن نتكلم فيه فرق كبير بين آمن وصحي آمن يا أخي المشروبات الغازية آمنة يا أخي السكر آمن يا أخي الملح آمن ولكنه غير خياء غير صحي في حدنا نيجب كبروفيشنلز متخصصين أن نبين الأضرار مثل هذه المواد نعم إحنا خلينا طبعا نكمل هذا الحديث ولكن خلينا نذهب لنتابع نتائج استفتاءنا على موقع التواصل الاجتماعي والاستفتاء هو هل تأكل الاندومي؟ 17% أجابوا بنعم أما لا فحصلت على 82.1% وعلى فيسبوك سألنا المتابعين هذا السؤال وأماني جاب جاسم قالت لا والصراحة أمي بتستغرب لأن الناس كلها بتاكلهم أما عبدالله المجالي رفض بشدة وقال الاندومي لا يصلح على فل المواشي يبدو هناك أنه في وعي كبير في المجتمع من أكل هذه الشعرية سريعة التحضير وأنا بدي أعود للدكتور فهد الخضاري اللي بالفعل قال إنه حتى لو أتاكلت كل يوم بالعكس حتى للأطفال عادي وقرن بها النقانق وأنا عتبي لك دكتور فهد يمكن على موضوع النقانق أنك ذكرت إنها ما فيها مشكلة أو صحية وفي كثير من الأبحاث والدراسات تقول إنه النقانق واللحوم المصنعة هي بالفعل مصرطنة وبتسبب سرطانات يعني أنا بغاك بس توجه رسالة للناس لأنه خوفا من إنه الأمهات اللي يستهينوا بهذا الموضوع ويحطوا النقانق واللنشن وهذه اللحوم المصنعة لأبنائهم بشكل يومي وهي أصلاً يعني في دراسات تقول يجب سحبها أصلاً من الأسواق فإش رسالتك دكتور فهد أولاً يعني أنا لا أخذ الكلام يعني من السياق العام السياق العام أنا دائماً أنصح بالغذاء الصحي والسلطات والخضار والورقيات ولكن لا نشيطن الأطعمة التي لم تمنعها هي التدل والدواء ولم تمنعها الحكومات ولم تسحب من الأسواق هذا مهم جداً التنوع جيد حتى لو حسب تصريحية الدواء أن الجرعة المقننة والنسبة المقننة موجودة في العقوة لمدة يوم يقول لكل كيلو كرام لكل 24 ساعة يعني الشخص الواحد هذه هي الجرعة المقننة لكنها لم أكن صحي أبداً أنا قلت أنه آمن فيما لو اضطر له الواحد أنا تكلمت عن السياق أفضل على المدى البعيد استخدامها واستهلاكها بشكل يومي هل تقود إلى أمراض مسرطنة؟ أنا لا تقود إلى أمراض مسرطنة لكنه ليس خيار صحي ليس خيار غدائي صحي لكن من اضطر له أنا تكلمت أصلاً كان السياق أمهات يقولوا برمضان نحن تعبنين ونعمل ونشتغل أولادنا الأطفال الصغارة أحياناً يعني يحب نقانق يحب حاجة سريعة يحب قطع تجاج يحب بورغر وممكن أن دومي قلت هذه ما فيها مشكلة هذا كان السياق بالأصل أن تجاوب على رغبات الأمهات أو يعني استفسارات الأمهات في نهار رمضان حينما تكون مشغولة أو تعمل أو كذا أو كذا فلا بد من خيارات للأطفال لكي لن تطبخ لهم الطبخ المناسب الذي سيكون على الإفطار يتجهز الإفطار فكان هذا السياق أصلاً فتحبت من هذا أنه ممكن تمر هذه الأشياء يعني اضطراراً للمسافر للمقطر أنا لم أقل أنها آمنة على الإطلاق ولم أفتح الباب كما أكر بعض يعني الذين انتقوا واجتزقوا ذلك شيء داني المركبات الموجودة بس خلين أرجع المركبات الموجودة دكتور خارد النمر على السريع يعني من واقع ممرستك لمهنتك وبتشوف كثير من أمراض القلب هل ما مدى خطورة الملح على القلب وعلى ارتفاع ضغط الدم خصوصاً للناس اللي بيأكلوا هذه الوجبات بشكل يومي الحمد لله من استفتاءكم واضح أنه فيه واعي كبير في المجتمع ومن المعروف أن الملح في دول العالم كله فيه تحذير عليه وكل ما قللنا الملح كل ما كان أفضل أنا عتبي للناس اللي يجي يقول مفيدة للأطفال بين قوسين ما مفيدة للأطفال ما تيجي تقول النقانق آمنة وكويسة لا النقانق بصرقنا بجمعية الغذاء الأمريكية لا تعطي المعلومات الخاطئة للآخرين حنا نشوف عندنا في أمراض القلب شباب في عمر الظهور على 16-18 يعانون السمنة ويعانون ارتفاع الضغط ليش؟ لأن الأم مشؤولة ما في أحد في البيت وهو يرجع من المدرسة يلعب سوني ويقعد يأكل واجبات زي هذه اللي اسمها الندومي فهذا يزود السعرات الحرارية ويزيد استهلاكها وأنا أراهم عندي في العيادة يوبيا ولذلك أول شيء أقول للولد كان للساعات السوني اللي يسويها نعم محتنى عن الندومي تسوي رياضة يرجع الضغط طبيعي هذا نراه وضحت الفكرة ووضحت الرسالة أشكر ضيفي الكريمين وشكرا لرحابة صدركم وشكرا لوجودكم معنا هذا الصباح